النهاردة بتتجه أنظار العالم إلى العاصمة البريطانية لندن وعشاق كرة القدم في مصر حتتتجه أنظارهم إلى قناة الرياضة الأولى في مصر قناة أنسبورت حيث يقام حفل اختيار أحسن لاعب في العالم في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة بيحلم طبعا النجم الكرواتي لوكا مودوريتش بالتفوق مجددا على البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري الفرعون محمد صلاح مو صلاح وخطف جائزة دابست اللي بيقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلى أفضل لاعب في العالم طبعا الفرعون المصري مو صلاح استحق الدخول بقوة في الصراع على الجائزة هذا العام بعد موسم خيالي مع ليفر بول تصدر خلاله قائمة هداف الدور الإنجليزي برصيد 32 هدفا علما أنه الموسم الأول لمو صلاح مع ليفر بول وساهم بدور هايل في تأهل ليفر بول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وإن خسر ولعب صلاح دور بارز في عودة المنتخب المصري طبعا إلى نهائيات العالم للمرة الأولى منذ عام 1990 كل طبعا تحياتنا وحطينا كده أدينا على قلبنا وبيه ندعي ربنا أنه مو صلاح الفرعون المصري يفوز بجائزة دابست أفضل لاعب في الفيفا